نتكلمنا قبل أكثر من شهر عن هذا الموضوع وقلنا أن في حالة إذا عزم الكيان الصهيوني على توجيه ضربة إلى إيران فإن المسار الوحيد لهم هو عبارة عن جولان سوريا العراق لأن السعودية والإردن غلقت منافذها ولكن لم يوجد هناك من يسمع الحديث وتحددنا ذلك من خلال قناتكم حصريا أكثر من مرة نعم يعترف الجميع بأن الكيان الصهيوني استخدم الأجواء العراقية لضرب إيران والحكومة العراقية لو لم تعترف بذلك لما قامت بتقديم شكوة وأن ما قام به من تصريح السيد مستشار رئيس الوزراء أعتقد هو مناورة للعملية السياسية ولإرضاء بعض الفصائل المسلحة ولكن حتى الأمريكان قالوا أن الاتفاقية الستراتيجية المبرمة فيما بيننا والحكومة العراقية لا يوجد فيها بند لحماية السيادة إذن هو اعتراب بأن الكيان الصهيوني هو الذي قام باستخدام الأجواء العراقية لتوجيه ضربة إلى الإيرانيين وبنفس الوقت الإيرانيين عندما قدموا صواريخهم واطلقوها ومسياراتهم باتجاه الكيان الصهيوني قاموا أيضا باستخدام الأجواء العراقية